في الحقيقة كل المتابعين للأخبار المحلية الخاصة بمصر تحديداً هيلاقي أن فيه استعدادات كبيرة جداً بتحصل علشان تنظيم القمة العالمية للمناخ كوب 27 واللي هتتعمل إن شاء الله في نوفمبر اللي جاي وهيكون المكان الخاص بيها مدينة شرم الشيخ مفيش أسبوع بيعدي غير لما بيكون فيه اجتماع لرئيس الحكومة وده لمناقشة الترتيبات الخاصة بالمؤتمر كمان فيه لجنة اللجنة دي هي لجنة وزرية عليا بتشتغل على التحضيرات للمؤتمر والملفات اللي هتكون مطروحة في المؤتمر اللجنة دي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء شفنا كمان مبارح كان فيه توجيه من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال اجتماع مهم جداً وجه فيه بتوفير كل الموارد المائية اللازمة المالية اللازمة لتجهيز مدينة شرم الشيخ على أعلى مستوى ووجه كمان بأن كل الجهات المعنية تتكاتف الجهود فيها وتتضافر علشان يخرج المؤتمر بالشكل والمستوى اللائق اللي بيعكس مكانة مصر الإقليمية ومكانتها الدولية مش بنتكلم هنا عن تنظيم شكلي لأن مصر يمكن رائدة وصباقة من خلال مؤتمرات وفعليات كبيرة تحدث عنها العالم ككل ولا بنتكلم على تنظيم لوجستي فقط نحن هنا بنتكلم عن التنظيم الفني عن أجندة المؤتمر عن القضايا اللي هيتم طرحها في المؤتمر والمخرجات كمان اللي بيتوقع خروجها من المؤتمر بأتباره الحدث البيئي الأبرز عالمياً لأن العالم كله بيتكلم النهاردة على ظاهرة الاحتباس الحراري بيتكلم على التغيرات المنخية وإزاي هي بتهدد حياة العالم ككل والتغيرات المناخية دي بتزيد أهميتها بشكل جبير جداً مع تزايد المخاطر وتزايد التحديات تحديداً المترتبة على ظاهرة الاحتباس الحراري والتغير المناخي اللي بيعتبر تهديد وجودي لكوكب الأرض ويمكن من هنا يا هدير جات فكرة أهمية أن مصر بتدرس الملفات والمحتوى الخاص بالمؤتمر علشان سبب واحد بس أن كل مخرجاته هي مخرجات قابلة للتنفيذ خصوصاً بأهمية هذا المؤتمر يا أحمد في الحقيقة أنه استضافة مصر لمؤتمر كاب 27 فرصة كبيرة جداً لتعزيز مسألة العمل المناخي الدولي خاصة أنه هذه القمة هي الأكبر والأهم فيما يتعلق بالعمل المناخي لأنه ببساطة هي بتجمع حوالي 30 ألف مشارك من 196 دولة حوالي العالم علشان كده الاستعدادات بتتم على أعلى مستوى علشان يخرج المؤتمر بشكل يليق بالدولة المصرية وبدورها الكبير في مواجهة التغير المناخي ولأنه احنا بالفعل أخذنا خطوات كبيرة جداً في هذا الملف تحديداً احنا تقريباً يعني بنتكلم عن بداية عندنا مجلس وطني للتغيرات المناخية عندنا كمان استراتيجية وطنية لتغير المناخ ده غير خطة الدولة للتحول للاقتصاد الأخضر وشفنا كم من المشروعات اللي بتتعامل مشروعات طاقة جديدة ومتجددة ومشروعات نقل مستدام وغيرها لتحقيق مسألة الاقتصاد الأخضر تضيف على كل ده أنه بيتم دلوقتي تنفيذ قطة لتحويل مدينة شرم الشيخ اللي تملك الإمكانيات دي علشان تكون واجهة حضرية لمصر علشان تكون مدينة خضراء بالكامل كل حاجة في شرم الشيخ هتكون صديقة للبيئة من أول إنشاء منظومة نقل ذكية لعمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة ده غير تعزيز السياحة المستدامة وكمان تدريب العاملين في الفنادق على المعايير البيئية الجديدة وقاليات السياحة الخضراء وكمان هنروح ونعتمد على الأوتوبيسات الكهربائية وكمان بنتكلم عن مسارات جديدة للدراجات علشان نشجع الناس على مسألة قيارة الدراجات وبكده تكون مدينة شرم الشيخ واجهة مشرفة لمصر خلال فعاليات المؤتمر اللي حيكون نقطة تحول في ملف العمل المناخي الدولي نصبح على حضراتكم في كل مكان وصباح الخير يا مصر